هل يا أصدقائي معكم سامو طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان اليوم يا أصدقائي وأخيرا بككسي نزلت الأقومات الخمسة الجديدة اليوم الرابع وطبعا يا أصدقائي بهذا الفيديو رح أخبركم عن أماكنهم لكن قبل كل شي لا تنسوا تقولوا لي بالتعليقات توقعاتكم من هو الآذ من المنصاب بالأقومة أو المتأثر هذه المرة طبعا يا أصدقائي شوفوا بسرعة صرنا بالجزء الرابع فلحتى تعرفوا الأماكن تابعوا معي الفيديو من الأول للأخير وأيضا لا تنسوا تدعمون هذا الفيديو بكثير لايكات فدعموا الفيديو بلايكاتكم الحلوة وأيضا شاركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ولا تنسوا تنشروا هذا الفيديو مع بقية أصدقائكم لحتى الكل يستفاد وبس يلا بينا نبلش الفيديو تبعنا فلتس جو طبعا يا أصدقائي هذه المرة رح يكونوا الأربعة الأشخاص في مدينة الروبوتات والشخص الأخر رح يكون بمدينة البيوت فتعالوا نروح على أول شخص واللي رح نلقاه في مدينة البيوت فلتس جو من تسبقها أعتقد بلش تشوفوه فهي بنت هي رح تكون بنت تمام تمام بلش نقرب عليها فلتس جو طبعا يا أصدقائي رح تنصدمون بحيث أنه دايما يحطوها بهذه المنطقة هاي الوحيدة اللي معزولة عنهم ودايما يحطوها بنفس المكان ما تتغير أبدا فمعليش تعالوا نفك عليها الأكومة المسكينة لاتس جو شوفوه كيف رح تصير مبسوطة أو حتى هي أول وحدة بالقائمة فالحين تعالوا نشوف يا أصدقائي الشخص الثاني الحين خلصوا من الأشخاص الموجودين بمدينة البيوت تمام فالشخص الثاني وين تتوقعون ممكن نلقاه فتعالوا أخبركم عن المكان تبعوا طبعا يا أصدقائي رح تلقوه هون شوفوه عند اللوغو تبع بيكيكس دي أو كلمة بيكيكس دي شوفوه هذا هو طبعا يا أصدقائي أعتقد بلشوا تشوفوه ها هذا هذا هذي هذيك البنت هذيك البنت شفتو اللي تستخدم الشعر تبعا دريد بوي في ياس اللي دايما نحسلكها غريبة المسكينة فلتس جو ننقذها ونفك العكومة عنها لكن اللي بعد ما حطيت لايك حطوا لايك واشتركوا في القناة مادام أنتوا قاعدين تستفادون حاليا فكالعادة نستخدم اليو يو ونفك العكومة تمام جبتها من ثاني مرة شوفوه هي ما قبل الأخير بالقائمة ما علينا أعتقد ممكن نحصل على السكر بعد ما نخلص الخمسة فالحين جمعنا اثنين ولستضايا لنا ثلاثة فتعالوا أخبركم عن أماكنهم وبعدين نشوف هالممكن نحصل على جائزة متل مهمة من المهمات أو ممكن نحصل على السكر فشوفوا الشخص الثالث رح تلقوه هون أي بهذه المنطقة قدام الروبوت اللي صاعر مارينيت دع سوقة فشوفو مكانه جدا سهل هذا يعني ما رح تلقوه معاه صعوبة فهذا الولد اللي دايما نحط البلوزة الزرقة فالأشخاص هذول ما يتغيرون أبدا غير الأدمينز هما اللي بيتغيرون من ناحية المكان ومن ناحية الأشكال فيختلفون شفتوا هو الثاني بالقائمة فنايس فتعالوا الحين نتعرف عن مكان الشخص الرابع وين تتوقعون رح نلقاه طبعا يا سقاي الشخص الرابع مكانه يعني صعب نوعا ما وما رح تفكرون به فشوفو رح تلقوه خلف المدرسة عند هاي الصخور شفو شفتوا طبعا يا سقاي رح نلقاه في هاي الصخرة أي بهاي المنطقة تبع البحر يعني ما عليكم تعالوا بس من هنا شفو البحر هون يعني ذكروا المكان كويس كذا وتجون تعالوا وبدو ما تستخدمون مشروب طاقة يعني عن طريق القفز فقط رح تقدرون تسعدون وجنب هاي النخلة فمكان حلو واو وطبعا هالشخص هو اللي دايما نحط البدلة هذي وما أدري ليش يستخدم هذي الفيس غريبة حسه فتعالوا نفك عليه الأكومة وإيش إحساسكم إنه إحنا حاليا رح نفك الأكومة عن الشخص ما قبل الأدمن فواو شوفو فكان الأكومة عنه صار مبسوط كأي لاعب ثاني في بيكيكس دي أما الحين يا أصدقائي ويت وين تتوقعوا رح نلقى الشخص أو الأدمن اللي هو من أدمن سبيكيكس دي المصاب والمتأثر بالأكومة كتابوا لي توقعاتكم بالتعليقات وكمان كتابوا لي مين تتوقعون رح يكون طبعا يا أصدقائي أعتقد ممكن تفكرون بروكسي أو ممكن تفكرون ببيتزا غاي أو ممكن تفكرون ببدات جيرل طبعا هذول هم اللي أنا كنت أتوقعهم ولكن الشخص الصحيح هو تلميح هو ولد ويحب البيتزا فأكيد عرفتوا فالشخص المتأثر أو العاد من المصاب بالأكومة في اليوم الرابع هو بيتزا غاي تمام تعالوا ننقذه ويا أصدقائي رح تلقوه تعالوا شوفو رح تلقوه عند المدرسة فوق المدرسة ياس تعالوا ننقذه المسكين ونفك الأكومة عنه وطبعا من يتفق معي أنه فيك دائما تحط غير الأدمنز اللطيفين ليش ليش زي مثلا نحن بيتزا غاي ليش منصاب وربي بيتزا غاي من بين أكثر الأدمنز اللي أنا أعشقهم وألطفهم بحيث أنه يا سقاي يعني لما تتكلموا معاه أبد ما رح تحسون بالملل من جد وحتى سوال فهي يعني كذا تكون يكلمكم يعني طبيعي ويعطيكم وقت ويتكلم معكم رغم اختلاف الثقافات ورغم اختلاف الأعمار وربي أحب هذا الأدمنز كثير وطبعا ما تدرون يعني حبه للبيتزا أبد مطبيعي فتا امام لحين ننشر صورة انتم كمان يتسقي سووا معاهم الصورة عشان للذكريات فأنا بسوي دائما صور للأدمنز عشان أتذكر التحديث على فكرة يتسقي شوفوا آخر صورة كمان كانت لدريد بوي طبعا دريد بوي هو اللي متأثر هذيك المرة سووا لي فولو على اليوني لو بعدكم ما مسوين لي أو ما متابعيني وحطوا لي لايك على هاي الصورة بليز عشان نوصلها لأكبر عدد من القلوب أوكي تمام فالحين نشرتها بنص الليل آه تمام الحين نفك عليها الأكومة ونشوف هل راح نحصل على الجائزة ولا لا يلا نمسكها تعالي أخيرا أوه شوفوا فكيناها أوه كمان حصلنا على مهمة فتحنا مهمة أعتقد المهمة تبع مهمات الميراكلوس أيوة أيوة طبعا أزقاي لما تسوون المهمة هذه أو تنقذون الخمسة أشخاص اللي خبرتكم عليهم بهذا الفيديو راح تحصلوا على أربع جواهر وربي نايس أربع جواهر شي حلو فتمام آه ياسي أصدقاي طبعا أنقذوا هذول الأشخاص اللي قلت لكم عليهم بهذا الفيديو واللي خبرتكم عن أماكنهم عشان تحصلون على الأربع جواهر في هاي المهمة وبس هذا هو فيديو اليوم لا تنسوا تحطوا له لايك وعذا تشتركوا بالقناة لو بعدكم ما مشتركين عشان تتوصلون بكل الفيديوهات القادمة وتنشرون الفيديو هذا مع بقية أصدقائكم وبس مع السلامة باي باي السلام